الشعب ينتخب ناس غير هاي الطبقة السياسية خل ينتخب هو الشعب غير رأيه شون تعدون انتخاباتهم يا رجومين البيت شون راح تروحوا تصوتوا لهم يا خاسة شعليك بهم شعليك بهم يجوز ببانهم شي يجوز حساباتهم تختلف ثم انتهى لتستهين بعقلية الفرد العراقي اللي يمتاز ببعد نظره وفراسته ومعرفته الواسعة ما تفقني من هذا الحكي تشذيب العراقي لا لا ارجوك العراقي ما يفوت بشغله ولا ينترأيه بشي اللي يكون دارسها دراشة مفصلة ومن كل جوانبه ولهذا نتائج اختياراته دائما تكون موفقة ومضبوطة ضبط العقاب يعني اليابان بالمرتبة الاولى احنا لابس عدنا اقول تنافس العقول اليابانية لو بعض الاحيان العقل العراقي اتغلب على العقل الياباني والدليل انه شعب من اعاد انتخاب مش عاند جبوري ما عاد اعتباطا انه ما عاد انتخابه وفق معايير وحسابات خاصة لان كان متأكد انه مش عان رح يحقق انجاز مام سوي واحد قبله ولا رح يصير بعده داك رح ننطي ستة دولار وربع تقريبا لكل فرد عراقي شهريا ها باتي ها شفت المقرة ملسخية ستة دولار ستة دولار لكل فرد عراقي يعني تقريبا تسعة الاف دينار ها وشهريا مو عبالكم سنويا يعني كرة شهر الفرد العراقي الواحد رح ينزل برصيدة بالبنك ستة دولار وعلى شرط الدولة ما لا علاقة بيها ما لا علاقة بيها وين يصرفها يسافر بيها يبدل سيارته يشتري بيها تسوي بها مشروع بكيفك ورغم كل هذا تلقناس ما عاجبا هذا الوضع ما مكافيتها ستة دولار لو مو بالعين داك ويطلع لي مش عاني يقولي ستة دولار ويعوج لي بيها على أساس يود توادك من الدولارته لا وشي تسويه ستة دولار وربع كافي كافي عبش يبتك شكبره بسبب منيه على العراقي هسذا تستعطف على العراقيين والعراقيات بستة دولار وربع لا خلفت عليك ولا علي الطين يعني شي تريد شي تريد يعني شي تريد مثلا يبوق حتى يجيب لك فلول